اعلنت الصين الثلاثة انها سترفع اجراءات الاغلاق التام عن اكثر من خمسين مليون شخص في مقاطعة هوباي في وسط الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الاولى نهاية العام الماضي الا ان مخاوف نشأت من موجة جديدة من الاصابات يحملها وافدون من الخارج وبعد شهرين من العيش في ظل قيود صارمة على التنقل والحياة اليومية سيسمح للمواطنين الاصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء فيما ترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من نيسان ابريل ويمكن للراغبين بالسفر الى هوباي ووهان ومنهما طالما انهم حاصلون على شهادة من السلطات بعدم اصابتهم بالفيروس وتراجعت الاصابات الجديدة بشكل كبير خلال الشهر الاخير الا ان اصابة اولى محلية العدوى في اسبوع سجلت الثلاثاء في ووهان اضافة الى ثلاث حالات اخرى في البلاد